بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل الاستفادة من الآيات من أول سورة المائدة وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآيتين فيوخذ من هذه الآيات إباحة الإتجار في الحرم وفي موسم الحج وأنه لا بأس على الحاج والمعتمر أن يتاجر في مكة وفي المشاعر إذا كان هذا لا يشغله عن أداء المناسك قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذه نزلت الاتجار في موسم الحج وفي هذه الآية لا أم من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم والمراد بالفضل هنا التجارة وهذا من مصالح المسلمين ومن مصالح أهل الحرم فالاتجار من مصالح الجميع فلذلك لا يمنع من أراد الاتجار ما لم يخالف النظام الذي وضعه ولي الأمر لمصلحة المسلمين ونريد أن ننبه على مسألة احتاج إلى التنبيه وذلك في قوله ولا أم من البيت الحرام تعون فضلا من ربهم أنه لما كثر الزحام في هذا الزمان وصارت تحصل وأخطار من شدة الزحام رأى ولي الأمر بمشاورة العلماء تحديد عدد الحجاج من كل قطر حتى يتواءم ذلك مع مقدرة تنظيمهم وتوفر أمنهم وقر العلماء ذلك إذن فالمسلم لا يحج ولا يعتمر إلا بإذن وتصريح من ولي الأمر حتى يحصل المقصود من هذا التنظيم الذي هو في صالح الذي هو في صالح الجميع فهذا أيضا يستثنى من قوله تعالى ولا أم من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا يعتبر هذا صدا عن المسجد الحرام لأنه في صالح في صالح الشخص وفي صالح الجميع أيضا وأيضا لا يمنع منه منعا مطلقا دائما وإنما يرخص له في الحج أو العمر بعد ذلك إذا مضت فترة يحصل بعدها الإذن بزوال الضرر فلا بأس بذلك يأخذ من هذه الآيات تحريم الصد عن الحرم تحريم الصيد في الحرم وعلى المحرم تحريم الصيد في الحرم سواء للمحرم أو للمحل فالحرم لا يجوز الصيد فيه إطلاقا لأنه لا ينفر صيده كما في الحديث وكذلك على المحرم حتى في غير الحرم المحرم إذا دخل في الإحرام حرم عليه الصيد والإعانة عليه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقال بعدها وإذا حللتم فاصطادوا فمدة الإحرام من بدايته إلى نهايته يمنع من الصيد منعا موقتا ويوخل من هذه الآيات إباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام في غير الحرم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا والأمر بالشيء إذا جاء بعد النهي عنه فإنه يدل على إباحته لأنه كان قبل قبل النهي مباحا فإذا انتهى النهي عاد مباحا أيضا وهذا الأمر للإباحة لأن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب وتارة يكون للاستحباب وتارة يكون للإباحة وهذا وهذا مفصل في كتب الأصول وتارة يكون الأمر للتهديد مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا أمر تهديد ليس أمر تشريع وإنما هو أمر تهديد ووعيد ويوخذ من هذه الآيات وجوب التسليم لأوامر الله ونواهيه وأحكامه تحريم الاعتراض عليها قوله سبحانه إن الله يحكم ما يريد فهو الاعتراض عليه سبحانه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون لأنه جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة ولا يحرم شيئا إلا لحكمة فلا يسأل سبحانه ويعترض عليه أو يتساهل في تشريعه سبحانه وتعالى يوخذ من هذه الآيات تحريم الاعتداء على الناس مؤمنهم وكافرهم الاعتداء على الناس مؤمنهم وكافرهم فالاعتداء حرام ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وفي الآية التي بعدها ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالعدوان ممنوع مطلقا وليس جهاد الكفار من باب العدوان وإنما هو لصالحهم من أجل أن يدخلوا في دين الله عز وجل وأيضا من أجل حماية دين الله من صدهم عنه واعتدائهم عليه فهم المعتدون فليس الجهاد في سبيل الله من الاعتداء على الكفار إنما الاعتداء ما يكون بغير حق إنما يكون بغير حق فلا يجوز الاعتداء على الكفار بغير حق في أموالهم في أنفسهم في أعراضهم لا سيما إذا كانوا معاهدين أو ذميين أو مستأمنين فإنه لا يجوز الاعتداء عليهم بل يجب تأمينهم والمحافظة على دمائهم وأموالهم وفاء بالعهد في مطلع السورة يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا عام في العقود بين المسلمين والكفار يوخذ من هذه الآيات إباحة القصاص من المعتدي بمثل ما اعتدأ لأن الذي حرمه الله هو العدوان والقصاص ليس من العدوان وإنما هو من العدل كما أن الجهاد في سبيل الله ليس من العدوان وإنما هو من العدل ويوخذ من هذه الآيات وجوب التعاون على الخير والنهي عن التعاون على الشر يوخذ منها أيضا أن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله ومن أعان على شر فعليه مثل إثم فاعله يوخذ من هذه الآيات وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى والتحذير من معاصيه هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته